يصيب لنا أن نهنئ كل الأصدقاء المشاركين من جمعية الصحفين الأسيويين وغيرهم في إصدار أسيا منذ تسع سنوات وأيضا منذ ثمانية سنوات باللغة العربية عبرنا طريق الحرير الإعلامي في الثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد كذلك كل عام وأنتم بخير كل سنة طيبين ومستمرين منصة للحرية والإبداع والفكر وأنا واحد باللي بيعتزوا أننا من اللي بيكتبوا وينشروا كل كتباتهم على منصة إيشا إن كل سنة طيبين كل لحظة وحضراتكم بخير وكل سنة وأسي إن بخير وفتقدم وفرقي سعيدة بإني أكون من كتاب أسرة أسي إن وسعيدة أكتر بمشاركاتي بدرساتي النقدية ومقالاتي الأدبية وبقول للأسي إن شبكة أخبار المستقبل كل سنة وأنت طيبة وكل سنة وكل كتاب أسي إن طيبين وبخير وفتقدم ورقي تحياتي للجميع عيد أسي إن شبكة الثقافة شبكة أخبار المستقبل موقع الثقافة العربية والأسيوية والعالمية عيد ميلاد سعيد وكل سنة طيبين وعيد ميلاد سعيد كل عام وأسي إن بخير كل عام وزملائي بخير كل عام وقرأنا بخير حريص كمواطن مصري مقيم بتونس أن أنقل لكم كل ما يهمكم ويعجبكم من تونس لمحبي وقراء أسيئين سعيد وشرف كبير لي أن أكون بينكم كل عام وأسيئين بخير كل سنة وشبكة أسيئين طيبة وإحنا سنة نحتفل بعيد ميلادها السيسة يا رب إن شاء الله عقبال العيد الميلاد المية وطبعاً إحنا كلنا سعاداء إن إحنا مشاركنا فيها ككثيبة كبيرة من المسفقين والإعلميين والنقاض والصحفين من كل أنحاء الدنيا مش من أسيا فقط وطبعاً أنا فخورة جيداً ببابل مايسترو اللي بقدمه بصورة ممتظمة في الشبكة ويا رب عقبال دايماً كل سنة تكون فيها جيد ومتميز ولنا الصبق على طول با سلام نهومین سالگرد انتشار مجلع أسيا إن رو تبریک میگم سازمان روزنامه نگاران آسيا 16 سال هست که به حمد آقای لیسانکی و بقیه روزنامه نگاران از خطه آسيا مشغول به فعالیت هست مجلع أسيا إن در واقع میوه سازمان روزنامه نگاران آسيا هست و محلی برای انتشار صدای مردم و روزنامه نگاران آسيا هست و من فکر میکنم که مجلع أسيا إن تا به حال تونسته به رسالت خودش به خوبی عمل کنه يسعدني أن نتقدم بالتهام القلبية لأيجاءان بمناسبة الاحتفال بمرور 9 سنوات على إصدارها الأول أظر المجلات ورقاها فقط يمكنها أن تصمد دائما مختبار السمن وقد ثبتت أيجاءان علو كعبها من خلال نجاح أيضا في اختبار الجغرافيا بما أنها تطيح فرصا عديدة لجميع البلدان في آسيا وخارجها للمساهمة في التقارير والأخبار والتحقيقات والقصائد ومقالات الرأي وساهمت المجلة مساهمة رائعة في خلق تجمعنا الأعلام ودعمه وسعدني دائما نعمل مع أيجاءان وأتمنى للمجلة المزيدة من الإنجازات والنجاحات في السنوات القادمة شكرا أيجاءان لكونك جزءا مهما من آجاء الجمعية التي صمدت بشكل رائع أمام جميع العواصف لتجعل اليوم أضلاء من الأمس وغدا أضلاء من اليوم شكرا أيجاءان شكرا أجاء على تعزيز الصدقات عبر البلدان والأديان والثقافات وشكرا كونكما مصدرا للإلهام والحب والسلام كل عام وأنتم بخير يسعدني أن أهانا أسرة مجلة أسيا إن ومناسبة الاحتفال على مرور تسع سنوات عليها وأشكر مستر سانج لي كي على ممهوده الجبار وممهوده الكبير طوال الفترة دية وجميع الأصدقاء اللي كانت ليهم مساهمات رائعة في نجاح المجلة المجلة اللي قدرت أنها تثبت نفسها خلال الفترة دية وتجزج ليها الكتاب من جميع أنحاء العالم لشان تقدر تكون رمز لتعدد الثقافات ورمز للمحبة والسلام شكرا أسيا إن شكرا أجاء جمعية الصحفيين الأسيونيين اللي كان نولدها من أكتر من 16 سنة واللي أفتخر أني عدوة فيها Happy birthday أسيا إن شكرا أجاء شكرا جميع الأصدقاء كمشي مناسبة العيدة التاسعة لجمعية الصحفيين الأسيويين اللي بحب وجه معايدة لجميع أعطاء الجمعية وقلهم كل عام وأنتو بخير هالجمعية اللي نضمعت لها من 5 سنين واللي تكنل لكل الحب والإحترام بتمنى لها التقدم والنجاح واللي هي عم تكبر من سنة لسنة فضل محبتنا لبعض بكيتفنا مع بعض وبتمنى إن شاء الله تلتقى قريبا ونعايد بعض ونحتفل سوا وبهالمناسبة بحب وجه تحية لمؤسسها بنامه خداوند بخشنده مهبان سالگرد انتشار مجله آسیائن بحانه است برای عرض سلام به تمامی همکاران عزیز روزنامنگار در این مجله و انجمن روزنامنگار آسیا آجاه فرصت را مختنم شمرده برای تمامی همکاران رسانهیم در کشفرهای آسیایی و دیگر کشفرهای جهان که در مسیر ادالت و آزادی تلاش می کنند آرزوی موفقیت و بهروزی داشته باشم امیدوارم با پشت سرگذاشتن این دوره همه گیر بیماری احالی قلم همواره در مسیر مسئولیتهای اجتماعی روزنامنگاری بیش از بیش پایدار و موفق باشند تردید ندارم که روزنامنگاری متحد فراتر از مرزها دنیای بهتری برای آینده خواهم ساخت چرا که آینده از آن خوبی هست Normیر چرا که چرا که دوره همگیم متحد شهر و روزناを بسطمممم hoگههش باشم با همگهیم 양 المحote و بایه شهرanne اور انت sure To beenta شكرا فعلا زادتنا ألقا وحضورا ومكنت أدواتنا اليوم تحت رئاسة الأستاذ أشرف أبو اليزيد الذي كان له كثير الفضل في ترويج وتعميم تلك التجربة في المنطقة العربية والأسيوية إنني أشكركم جميعا وأتمنى لقاءكم قريبا وألف ألف نبرو لأسيوية المجازين وعبال الثلاثمين عام هاني نديل من السورية